الروباط الصليبي ناس كتيرة بتتسائل طب انا مش رياضي ومش نوعى لعب كرة ومش هنزل رياضي وعندي قطع في الروباط الصليبي ده يستدعي ان انا اعمل جراحة ولا لا بوس يا سيدي المضاد اختلف عليه العلماء اذا انا بيقول والابحاث اللي معها وضد كثيرة كل اللي اقدر يقول لك ان الروباط الصليبي الافضل ان يكون موجود لان الروبطة بتاعت الرجبة اربعة واحد في النص امامي واحد في النص خلفي بيحمل رجبة من قدام وراء وفي جانبي خارجي وفي جانبي داخلي الاربعة دول مع بعض هما اللي بيوزنوا حركة المفصل من الداخل بعد ما تشتغل العضلات المحيطة للمفصل وبالتالي بتدي اعداء جاية للمفصل والحركة اذا لو عندي رياضي مقطوع من اربعة اكيد الاداء الحركة مش هيبقى افضل حاجة الا لو عملنا بلنامج علاقة طبيعية وتأهيل ما بينزلش غالبا على ست الشهور بنقوي فيه كل العضلات المحيطة للرجلين مع الظهر والبط ساعتها ممكن تتجنب الجراح بس مشكلتك انك مش هترجع برضو تنعب كرة بسهولة تقدر اه بس نسبة الاصابة في روباط اخر من ال 3 البقين عالية هي دي فكرة ان الافضل بتعمل جراحة حاجة تانية اللي لقوها الناس اللي ما بتعملش جراحة وبتكتفي بالتأهيل وعلاج الطبيعي وبديش حياتها زي الفن لطول العمر ما بتضطرش تعمل جراحة ولا حاجة لقوا ان نسبة الخشونة اللي في رجبتهم بتحصل في 20-30 سنة منه اكتر بكتير من واحد كان عند روباط صريبي بس عمل الجراحة واهل برضو اذا الافضل انك تعمل الجراحة لكن تقدر ما تعملش الجراحة كل واحد على حسب ظروفه لو بنت غير راجل لو حد مليان غير حد الفيع ده بيقدر يحدده لك دكتور العظام او دكتور علاج الطبيعي المختص في مشاكل اصابات الرجب كان معكو دكتور طار عبدالحافز استشدال علاج الطبيعي والتعيد السلام عليكم